تبعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين استقبل المصلين خلال موسم الحج هذا العام داخل المسجد الحرام وأدواره والسطح والبدرومات وتفويجهم إلى المصليات المخصصة لهم إضافة لإدارة حركتهم والحرص على تهيئة جميع الجهات الرئيسية والفرعية ومتابعة دخولهم وخروجهم بكل يسر وسهولة فدى وكيل الرئيس العام لشؤون التفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي بأن الإدارة تحرص على عدم وجود تكدس وتجمع بالمصليات وتوجيه ضيوف الرحمن إلى مصليات التوسعاء السعودية الثالثة ومصليات الساحات مبينا أنه تم دعم الإدارة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية